صادق نواب الجمعية الوطنية اليوم على مشروع قانون يتعلق بمشروع استغلال المياه الجوفية في إقليمي إنيدي شرق وغربة رأس المناسبة رئيس الجمعية الوطنية دكتور هارون كبدي تقرير محمود حسن سمب بهدف توفير المياه الصالحة للشرب للسكان ببعض مناطق الوطن وكذا توفيرها للمواشي ومن ثم الحصول على خدمات النظافة ذلك ضمن برامج بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية للبلاد بصفة عامة وليقليمي إنيدي شرق وغرب بصفة خاصة فقد جاءت الحكومة إلى ممثلي على الشعب بمشروع قانون يتعلق بهذه المادة الحيوية بهدف اعتماده لأنه يقضي بالمصادقة على اتفاقية قرض تتعلق بمشروع استغلال المياه الجوفية وتقويم مياه إقليبي إنيدي شرق وغرب لأن هذه الاتفاقية وقعت بين الحكومة وبنك التنمية لدول إفريقية المركزية في فبراير عام 2017 وترتفع قيمتها المالية إلى عشر مليارات وأكثر من ستمائة مليون فرانك سيفاء منها خمس مليارات وأكثر من أربعمائة مليون فرانك سيفاء للدولة الأسئلة التي طرحت لوزير الاقتصاد والتخطيط التنموي ووزير المياه والنظافة من بعض نواب الجميع الوطنية تطرقت في جلها إلى قلة المياه الصالحة للشرب ببعض مناطق الوطن إن كانت في شماله أو جنوبه أيضا أن مياه بعض المدن لم تكن صافية بمعنى الكلمة نسبة لاحتوائها لمدة الحديث بصورة كبيرة كل ذلك في الوقت الذي تسعى في الحكومة إلى رفع نسبة حصول على المياه الصالحة للشرب للسكان سيام المحليين من عشر في المائة إلى حوالي ستين في المائة بحلول عام 2020 هذا وبعد اعتماد هذا المشروع من قبل النواب فقد عبر وزير المياه والنظافة عن انطباعاته عبر وصائل الإعلام المحلية التي حضرت لتغطية مناقشات هذا المشروع المشروع هذا أننا هناك ناس يشربوا كله فيه وأربع شرشاته نصوه ومار كبار وكان مال يجي يشرب ألمه هذا كل نصوه فيه علما بأن المشروع يحتوي على بناء ثمانين بئرا منها مجهزة بمضخات يدوية وعخرى بطاقات قدرها خمسون مترا مكعبا أيضا ثلاثمائة متر مكعب هذا بالإضافة إلى إنشاء أحواض لهفظ المياه للمواشي ترجمة نانسي قنقر